موسيقى مساء الخير مر قطوع الشهادة الثانوية على خير نال الطلاب وأولياؤهم شهادة حسن سلوك وتبوأوا مرتبة الشرف بتوزيع البألاوة بدلا من الأعيرة النارية الطائشة ومعهم نالت الأجهزة الأمنية وسام الامتحان من مرتبة الثقة بأن الأمن متأراد الناس أرادت انقضى النهار الثانوي مسجلا حالة شاذة في فرن الشباك حيث أصيب شخصان برصاص الابتهاج وعلى الرغم من الثورة الافتراضية التي أطلقها وزير الداخلية فقد ثبت بأقين التوقفات التي تلت الشهادة المتوسطة بأن الأجهزة الأمنية تمتلك قدرة الإمساك بالشارع ما لم تمسك من اليد التي تؤلمها أمن الداخل مستثب أقله في الحد من ظاهرة السلاح الفالت على ابتهاجه أما أمن الحدود فواقع بين نارين حركتا جمر الانقسام حول أزمة النازحين السوريين وما بين مطلب التنسيق المباشر مع الحكومة السورية والرفض القاطع لكل وسائل التواصل السياسية موقف موزون للرئيس أمين جميل رأى فيه أن لا مفر من التنسيق مع سوريا لعودة النازحين ولا بد من حوار وطني بمعزل عن العقد والحساسيات لمصلحة البلد وتساءل جميل لماذا نخبئ أو نختبئ وراء إصبعينا؟ لدينا سفير سوري التقيناه في بعبدة وشاركنا استعراض استقلالنا والنظام السوري لا ينتظر موقفنا من شرعيته أو عدمها مشيرا إلى أن الكثير من الأطراف ليست لديها مصلحة في معالجة هذا الموضوع موقف جميل المتقدم قابله موقف من النائب عقاب سقر لا يرقى إلى مستوى الخطر الذي بات يشكله هذا الملف فهطت تهديد الأمنية الناجمة من النزوح بإيجابيات لا يراها سواه إذ قال في مقابلة مع الجديد إن النازحين أنعشوا الدورة الاقتصادية وهم يدرون الأموال على الاقتصاد ومن شابه الفورة الاقتصادية التي أحدثها النازحون بالأغطية الداعمة لهم ما ظلم وإذا كانت الأمم المتحدة قد عجزت عن حل معضلة النزوح فإن منظمة اليونسكو التابعة لها قالت الحق ولو على قطع رقبتها وبعد تكريسها مدينة الخليل ومسجدها الإبراهيمي معلمين يضربان عميقا في الأرض الفلسطينية وثبتت هما جزءا من التراث العالمي باقتراح النقيب جاد ثابت انتفضت واشنطن وكأن مسا أصاب أمنها القومي بتيار نووي فرأت أن قرار اليونسكو إهانة للتاريخ واتخذ بدوافع سياسية وبالسيف نفسه نفذت أوامر نتنياهو وقطعت عام 2011 تمويلها للمنظمة في أعقاب قبول عضوية فلسطين ورأت أن الخطوة هي من جانب واحد وأمام هذا المشهد لا يزال العرب يجانبون أمريكا طمعا بدور الوسيط ولم يتيقن منذ نكبة فلسطين أن أمريكا التي قامت على دماء الهنود الحمر دمرت كل الحضارة باشتياحها العراق والعرب لم يشهر السيف في وشها إلا للرقص